شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى وحدات القوات الصائقة وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ كل ما تكلف به من مهام بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية كما ألقى قائد قوات الصائقة اللواء أركان حرب أحمد رشاد كلمة أكد خلالها على دعم القيادة العامة للقوات المسلحة ومتابعتها الدائمة والمستمرة لكافة الأعمال والأنشطة التي تنفذها قوات الصائقة أعقب الكلمة تنفيذ عدد من البيانات العملية التي أظهرت مدى ما يتمتع به رجال الصائقة من قدرات قتالية ومهارات ميدانية كما شاهد الفريق أسامة عسكر معرضا للأسلحة والمعدات الفنية عكس حجم التطوير والتحديث بمختلف الأسلحة لقوات الصائقة أعقب ذلك المرور على القوات المنفذة للتفتيش للاطمئنان على جاهزيتها والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات ترجمة نانسي قنقر